اذا قبل الفاصل دربنا بسكوت الشاي مع الزبدة وحطناهم في القالب وطلعنا الجناب عندنا شوكولاتة مبشورة شوكولاتة عادية جدا بالمبشرة بشرناها احنا قوم حطناها كده في القالب طبعا بالفرن دي هتسيح واللي هيخليها تتماسك اللبن المكثف المحلة هناخد كندنس ملك لبا مكثف محلة شايفين منحطه جوه عشان ما يجيش على الأطراف ويبقى صعب نطلعها اذا عشان نطلعها بسهولة حاجتين القالب اللي بتطلع القاعدة بتاعته من تحت والطريقة اللي احنا قفلنا بها هناخد عين الجمل شبيهة قوي بالبيكان تارت اللي هي البيكان اللي هو شبه عين الجمل بس بقى طويل كده ولونه بني وزع عين الجمل وانا بحب احط على وشها شوكولاتة وخلصت فيش اي طبخ كله على البارد سيحنا بس الزبدة والعايزين سيحوها بمايكرويف سيحوها نقوم واخدينها وعلى الفرن خدت بالفرن قد ايه؟ خدت 15 ل 20 دقيقة على درجة حرارة 180 مع مروحة وسبناها لما تطلع تبرد وبعدين طلعناها من القالب عمرنا ما نطلع حاجة تارت فيها زبدة من الفرن ونطلعها على طول لازم الحاجة تهدى والسكر يبتدي كده يبرد وتماسك والزبدة تبرد فنعرف نطلع وهي مسكة نفسها قطع وحس اشتركوا في القناة